قبل تسولتك على الخانة ديال المواد الغدائية في كل النطاق يعني بحل مثلا المواد اللي كتعطي طاقة عشنا هما يعني باش الناس عرف بلي هادي رهما قد كتعطي طاقة المواد اللي كتعطي بناية يعني كتبني الدات ديالنا المواد اللي كتعطي وقاية مشيو ملي كتبني إلا جات على خاطرك بحسعة مشيو الطاقية نبعد مشيو اللي واقية باشا كامشو بالترتيب مرحبا لو في القيادة اللي كنهضرون المواد البانية جميع المواد البانية هي اللي كتكون من الماكرو موليكول الماكرو موليكول هما السكريات وهما الدهون وهما البروتينات الأشياء اللي كتكون فيها سكر ودهون وبروتين فكتلعب لي دور ديال انها غا تقدر تسهم لي في في البناء ديال ديال الخلايا ديالي والما كنقول البناء كتكون عطيني النسيج وما كيكون نسيج يعطوني العضو والما كيكون العضو كيعطيني كذلك الجسم كليا اللي يعني الجدار ديال الخالية الجدار الخالية مناش مكون من بروتينات ودهون وسكرية اذا دائما في المشبه الغدائي الاملح المعدينية دخلها في اي خانة لانتي من المكونات اللي كتكون في الداتيك هذا بحل قلتي الاستركتور اكسترن هي هادي وعاد كتكون الاستركتور انترن اللي كتطلب يعني شركات واحد مجموعة ديالامور داخلية نافين كتدخل الاملح المعدينية الاملح المعدينية كتدخل يعني بحل قلتي في البناء وكذلك في تفعيل الشركات الداخلية اللي موجودة في الخالية فالاول حاجة كنفكر فيها هو انني نبني الخالية من الخارج الجدار ديال الخالية من الخارج مكون من دهون وسكرية وبروتينات اذا الوجبة الغدائية ديالي خصة تكون دائما يكون فيها بزاف ديال الدهون يا رقم واحد كتبع دوزيان بوزيسيون لبروتيين وعاد السكرية فالما كتدير عملية كما كيقولو استاتيستيكية هتلقى بأنه اللي سمتو اللي خصني نعزينا هذا دكشي ليش كيقولك مواني الرجيم كيتو أو لك الناس اللي كي ياخدو الكيتو كيبنيو على هاد القاضية هدي وأنه نشوف أنا الجسم ديالي كيفاش مبني كتلقى بأن الدهون فيك أكتر دوك الوجبة ديالي خصي يكون فيها بوكو ديالدهون ثم البروتينات كتكون عاد السكرية إذا فاشك نقول الدهون رعنا بزاف ديال المواد اللي فيها غانية بدون غير دوك المكسرات مثلا فاشك تاخد القرقع غني بالدهون المهمة جدا لما كتقول لوز غني بالدهون المهمة جدا جدا فاشك تقول كوكو غني بالمواد هادو كلهم مواد اللي جيد خصني نشوفها في الطابلة ديالي باش نعزيز الإمكانية ديال نعطي الدهون المفيدة عندنا أرقان أو ما أدرك ما أرقان والبناء دياله تبين بأن لعندوك الدهون اللي كان في الأرقان كتماشى بوحد شكل جيد متفاعل مع الدهون اللي كان عندنا في الجدار ديال كل خلية خلية كذلك زيت الزيتون من 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 دهون لجد مهمة والمحبوبة والمفضلة لجسم ديال الإنسان نحن أداد طبق ديالنا لقيت اليوم زيت البلدية نحطاه في 2014 لقي زيت أرقان نحطاه في 2016 ont request has given feedback لقيت هذه التأكيد المكسرات اللي فيهم الدهون نحطهم في 2014 فاللوجبة ديالي هانا أعطيت للدد ديالي الدهون مايكفي من أشياء اللي تقدر تعزز البناء ثم كذلك السكرية شنوما السكرية اللي غناكدر نخد؟ لدك للسكرية الطبيعية الطبيعية ريجي مع الفواكه فهوكي فيها تلك السكرية الجد مفيدة لجسم الإنسان وليكدخل في البناء ديال خلية الداتية وكذلك العسل وكذلك الخضروات ما يمكنش تكون خالية من السكرية اللي مفيدة لجسم ديال الإنسان العنصر الثاني اللي هو السكر ثم العنصر الثالث وهو البروتينات البروتينات راكين في البيض بروتينات可愛 في اللحم البيضة ولا الحمراء البروتينات可愛 في السمك وفي الحوت هذا كلهم كلهم الأشياء فيهم البروتين وهذا البروتين إذن ما كانتقول أنا كإنسان كانت وزن مثلا ستين كيلو كناخد دو فوة لبوا ديالي من 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 البروتينات باش كننعزز المسألة ديال بنا وكنعطي لك كونش اللي كتحتاجه الدات ديالي أنا كإنسان كنحتاج أين فوة لبوا ديالي دهون أنا كإنسان كنحتاج زرو فيرقل سنك بوا ديالي سكرية وبالتالي ما كندير هاد العملية حسابية كنشوف الوزن ديالي وكنشوف ما شي أنا محتاج مثلا الميت قرام وكنضرب كيلو ديال الحم بوحدي هداك يتولي غا ندخل في الإفراط والإفراط غا يكون لي نعكاس سلبية على الصحة ديالي إذا كل حاجة عندها المقاييس ديالها وإلا مشيت بالمقاييس كنكون كنشوف راسي بأنني كنت صلح وكنت بنى بدون ما كيكون لها نعكاسات سلبية على الصحة ديالي ثم أجين تبتوا لكلام ديالك مرحبا احنا بنتكلمنا على المواد هنا يا كنتكلمو على المواد لي تتبني هي اللي بدنا باللول لقلنا الحليب والمشتقة دياله دونك من ضروري أن الإنسان يأخذ كفاية دياله والكمية المناسبة لي تكلمنا على اللحوم سوى البيضاء أو للحمراء والأسماك أيضا البيض الفروماج أيضا يعني كن بزاف عادش الخضر والفواكه بالصفة ديالها الطبيعية سيغط الفواكه باش هكاكي الإنسان كي يأخذ كفاية ديالهم السكر طبيعي والخضروات أكيد ركيستفد سواء من الأليف دياله أو للفيتامين دياله يعني هاد المواد أو لها تشكيلة خاصة تكون في الماكلة ديالنا كل نهار نوزعها سواء فطور أو الأغضاء أو لنشوف الإنسان يشوف الكمية دياله والكيفية أيضا هنا هادي مواد ليك تبني صح أكيد غام شو المواد أخرى طاقية طاقية اللي كتعطي طاقة أشنو هي؟ أشنو هاد الخانة؟ أشنو فيها؟ أشنو الأشياء اللي غات عطيني الطاقة دائما شنو باش يكونوا الإخوان عاوتين المستمعين يعرفوا أش كون هي؟ أشنو هي الطاقة وكيف أش ممكن لين ننتجها؟ عندنا ديجر بحط لنوزين ديال إنتاج الطاقة اللي هو الميتو كوندرية في الخالية هاد الميتو كوندرية كيقول كو دي أعطيني جوج الحواج أساسيين اللي هما الجلوكوز والأكسجين الأكسجين كان عندي لغانو ديرما اللي كي أعطيني ما بين ألفين حتى الارب استالف إنيتا ديال الإكسجين جيد جيد مهم بالنسبة لجسم الإنسان الأكسجين نقدر نجيبه من توم توم غني بالأكسجين كي أعطيني حتى السبعمية وستين إنيتا ديال الإكسجين مزيلا دونك لقدر ندخلها كذلك التنفس اليومي التنفس السليم وهو أنني كننفخ الكرش ديالي كندير إنسپيراسيون هاد الإنسپيراسيون كان ننفخ بيها الكرش ديالي ولما كتنفخ كان قنفخ ننفخ حتى كتبلوكها ولما كتبلوكها كان بلوكها مدد واحد واحد الوقيتها وأعطيني كانت تنفس من الفم ديالي تنفيس اللي كتكون حتى كنحاول ندخل الكرش ديالي وتقيس الدهر ديالي يعني هاد العملية ديالي التنفس ليكنسميها 1 تن في إسميته في الإنسپيراسيون دو تن في البلوكاج و تروات في الإكسپيراسيون شنوية 1 تن في حال دا بيلا إلا تنفست في 5 دقائق كان ننفخ الكرشي في التنفوز في 50 دقائق يعني أجمعت الهواء في 50 دقائق إن كان بلوكيه في 2 تن يعني في 10 دقائق يعني كان ندوبل كان ندوبلها وكان رجع التنفس مع بالماء في 3 تن نخرج على ثلاثة المرات إذن هاكا نقوله 1 تن 2 تن 3 تن جد مهمة لإدخال الكيمية الكبيرة من الأكسجن